السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلب وطالبات الصف الخامس الابتدائي النهاردة ان شاء الله بنكمل مع بعض حل اسئلة كتاب الباهر النهاردة ان شاء الله حبايبي معايا حل صفحة 75 وكمان صفحة 76 و77 يلا نشوف مع بعض السؤال الاول طبعا زي ما احنا عارفين ده نص استماع والنصوص الاستماع كلها موجودة في نهاية الكتاب listen and write t يعني true يعني صح or false if يعني خطأ honey has been used by teachers لا طبعا من غير ما اشوف نص الاستماع العسل ملوش علاقة بالteachers اللي كانوا بيستخدموه كعلاج doctors يبقى الاجابة if يعني false honey was first used to trade once اه صح true doctors used honey to trade once five thousand years ago يعني الاطباء استخدموا العسل كعلاج للجروح منذ 5000 يعني عام الاجابة صحيحة هنلاقي نفس الرقم ده لما نسمع نص الاستماع honey is bad for healing once العسل سيء لا غلط هو يعني good for علاج الجروح يبقى هنا false خطأ تعال نشوف اللي بعده السؤال الثاني برضو استماع بس المرة دي بنكتب الكلمة كاملة بنسمع هو عمر كان بيتكلم مع كامل كان الاكل المفضل بتاعه الارز والسمك هو بيحب حاجة حلوة اسمها ايه بسبوسة بيحب من الحاجات اللي يحل بيها البسبوسة كامل لايكس مانجو دي ما فيش عولات جوس مانجو جوس كده كلمة أقول لها على بعضها يعني عصير المانجا طيب تعالوا نشوف بقى السؤال الثالث بيقول لي read and match اقرأ ووصل I cut my knee last week انا عورت ركبتي الاسبوع الماضي طب يا مسمعه علشان كلمة last دي لازم يكون الفعل في الماضي ما هو ده ماضي cut مضارع اسمه cut وماضي cut يعني الفرب cut ده cut 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 الثلاث تصريفات بتوع اسمهم cut يبقى اول واحدة عندي رقم C number two I enjoy eating what honey for breakfast انا بستمتع باكل العسل على الفطار يبقى رقم D في تو باي بايا D is there a fan is there a fan in the big very in the big in the very big van هل في مروحة في الشاحنة الكبيرة دي يبقى رقم three باي وبيبايا A the three is very fast العبارة سريعة جدا يبقى رقم four ببي وكده خلص نبقى احنا خلصنا سؤال الماتشنج يا أولاد السؤال الرابع بيقول لي read and choose the correct answer from A, B, C or D يعني اقرأ واختار الاجابة الصحيحة من A أو B أو C أو D بيز ميك النحل بيصنع بيصنع ايه النحل؟ الهاني طبعا هاني ازا؟ طالما زا يبقى انا هاختار الصفة اللي فيها E-S-T طب انا عندي اكتر من صفة فيها E-S-T طيب تعالوا نشوفهم sweetest يعني الاكسر حلاوة مسكرة جدا مسكر وطبعا ورست اسوأ fastest أسرع slowest أبطأ كل ده العسل أكتر مادة مسكرة على الأرض يبقى sweetest use a special honey as a treatment من اللي استخدموا عسل معين كعلاج الدكتورز طيب بعد كده some types of honey can kill bacteria بعض أنواع العسل ممكن تقتل البكتيريا you can mix honey with milk to make your cough bitter عشان تحسن الكحة بتاعتك ممكن تحط العسل على اللبن السؤال الخامس بيقول لي reorder the words to make correct sentences يعني قاعد ترتيب الكلمات عشان تكون جمل صحيحة هنبدأ طبعا بالكلمة اللي هي تحتها خط وده سؤال بعد do يجي verb do you يجي فاعل قصدي do you بعد يعني اللي هو do فاعل فاعل أساسي باقي الجملة do you like وبعدين vegetables دي للناس يا ولاد اللي مش بتعرف ترتب كويس نتعلم الترتيب السؤال بهل بيبقى فاعل مساعد فاعل فاعل أساسي وراء بعض الثلاثة وبعدين الباقي طيب which food اي طعام is the most popular which food is the most popular وبعدين عندي leave فاعل في المصدر أمر يعني اترك the lovely leave الورقة الجميلة on على الشجرة on the tree وحط full stop آخر جملة we يجي بعدها like we like وبعد like verb متضفل ing we like watching television full stop طيب الفقرة اللي بعديها يا حبيبي بيقول لي اقرأ النص ده واجب على الاسئلة طبعا علشان وقتكو انا ممكن اجاوب على الاسئلة على طول بس انا عايزة انبهكو الحاجة اني انا يا حبيبي لما لايك كلمة تحتها خط كده انتبه لو دي ضمير اركز الضمير ده بيعبر عن مين علشان هيسألني يقصد بمين ولو مش ضمير كلمة عادية صفة يبقى هيقول لي هات المعنى بتاعها او الابزت العكس طيب هنا كويكلي يعني دي ظرف معناها بسرعة طيب يبقى كل بكتيريا هو في كل بس فالمفروض بس يبقى هنا في تو تو كل بكتيريا السؤال اللي بعده بيقول لي ايه يا حلوين what is the main idea of the text ايه الفكرة الاساسية في الفقرة دي الفقرة كلها بتتكلم عن الهني يبقى ممكن اقول ممكن اقول هني او زهني العسل دي الفكرة الاساسية اللي كانت في الفقرة طيب how can you make your cough bitter ازاي تحسن من الكحة بتاعتك buy mixing honey with milk او ممكن اقول buy بواسطة mixing خلط honey with milk ان انا اخلط العسل على اللبن اهو هنا بيقول لي you can mix it with milk it دي اصدو الهان ياولاد to make your cough bitter علشان تحسن من الكحة بتاعتك but don't put it on your cut تقنيه بس ما تحطهش على الجرح بتاعك اللي في رقبتك لان في انواع معينة هي اللي بتتحط على الجروح طيب كده ياولاد نكون احنا خلصنا الجزئية دي ان شاء الله انتظروني الفيديو الجاي هنكمل مع بعض حل الاسئلة اشوفكم على خير بوايبوا اشتركوا في القناة